يقوم مقاول بشراء بعض البلاط للفناء الجديد السعر كل بلاطة هو ثلاثة دولار ويريد أن ينفق مبلغ أقل من ألف دولار وهو بالضبط أقل من ألف دولار وليس أقل من أو يساوي ألف دولار وحجم كل بلاطة هو واحد قدم مربع اكتب متبينة وضح عدد البلاطات التي يمكنه شيراؤها إلى حد ألف دولار ومن ثم أوجد كم ممكن أن يكون حجم الفناء إذن لنفترض أن X تساوي عدد البلاطات التي اشتراها إذن عدد البلاطات التي اشتراها وبالتالي فإن قيمة شيراء X بلاط سيكون ثلاثة دولار لكل واحدة أي سيكون ثلاثة X إذن ثلاثة X سيكون القيمة الإجمالية لشراء البلاط ويريد أن يدفع مبلغ أقل من ألف دولار ثلاثة X توضح المبلغ الذي أنفقه إذا قام بشراء X بلاطات يجب أن يكون أقل من ألف دولار لقد قلنا هذا هنا إذا كان أقل من أو يساوي سيكون علينا أن نضع إشارة مساواة هنا إذا أردت أن أجد قيمة X كم بلاطة يمكنه أن يشتري يمكننا أن نقسم طرفي هذه المتباينة على ثلاثة ولأننا نقسم أو نضرب يمكننا أن نتخيل أننا نضرب بواحد تقسيم ثلاثة أو نقسم على ثلاثة لأن هذا عدد مجب فليس علينا أن نقلب إشارة متباينة إذا يتبقى لدينا X أقل من ألف تقسيم ثلاثة أي ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وواحد تقسيم ثلاثة إذا عليه أن يشتري أقل من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وواحد تقسيم ثلاثة بلاطة هذا هو عدد البلاطات وحجم كل بلطة هو واحد قدم مربع فإذا تمكن من شراء أقل من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وواحد تقسيم ثلاثة بلطة بالتالي فإن حجم الفناء حجم الفناء يجب أيضا أن يكون أقل من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وواحد تقسيم ثلاثة قدم مربع يمكننا أن نقول قدم مربع وانتهينا ترجمة نانسي قنقر